سلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد هذي فيديو موضوع دياله غادي يكون على فيزا ديالترانسبور بالنسبة للناس اللي تيمشيو تيديو السلع الخارج اللي هي فيزا حاليا مطلوقة وكيدفعو لها الناس قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع هناك إشعاد تقول أن إسبانيا غادي يطلق فيزا سياحة وهتشي كله غاكدو بما كانتش حاجة رسمية إلا كانتشي معلومة غادي تلقاوها في السيت ليتابل سفر إسبانيا أو صنطر بالس لين كيدفعو الفيزات إذا الفيزات اللي كانت حاليا هي فيزا أفار بنسبة الطاليان وفيزا التجمع عائلي بنسبة الفرنسا وإسبانيا والدراسة وفيزا ديال نقل بضائيه دابا غادي ندوزول الموضوع ديالنا اللي هو عشنا هم الوثائق ديال السائقين فيزا إيطاليا بالنسبة للوثائق هما كالتالي غادي يخطيك واحد طالب تأشيرة دومون دو فيزا كي تعمر وجود الصور الرقمية 3.5 على 4.5 خفية تكون بيضاء نسخة من البطاقة الوطنية شهادة الطمانة مصادقة عليها من الشركة كتكسب اللي كتكلف لك بجميع المصارف ديالك في الصفر واحد من طرف الشركة تكونوا في معلومات ديال الشركة والهدف من الصفر ديالك من سبيل ورقة ديال الشركة هدي خطيك السجل تجاري ديال الشركة الترنسبور اللي خدمت في عنتا هدي خطيك سطاتي ديال الشركة والضرائب اللي كتخلص الانسكريبسون اللي هي الباطنت هدي خطيك السلاة اشهر من الحساب البنكي ديال الشركة للشهور الخرانية هدي خطيك ستناش الشهر ديال ديال ديكلارا صند للاسي ناسس ديال جميع العاملين بالشركة هدي خطيك سا صند للاسي ناسس كتخدها من سيت للاسي ناسس بوايما هدي خطيك واحد شهادة نقل البضائع كتخدها من سرفيس ديميل غادي خطيك العقد ديال الشركة اللي كاتمشو تحطيه عندهم السلعف اطاليا كونترا بينك وبينهم كونترا ما بين الشركة المغربية والشركة الايطالية زيد عليها وحضروا طرزازون ديال النقل بالنسبة للايطاليا الاي بالنسبة للايطاليا هدو هم المعلومات اللي غادي نحتاجو بالنسبة للشركة ديال بغا عندو زول السائق كنو غادي يحتاج معا من اللي غا يدفع الفيزا اولا شهادة العمل ديالو اطيسة صندو تخافاي شهادة الاجراء سيتد الاشهور كشوفات من الحساب البنكي الاخيرة غادي خطيه عقل الزواج مترجم او الحالة المدنية باش يعرفوا بلا يراها الى كان مزوج غادي خطيه اطيسة صندو للاسي ناسس ديالو غادي خطيه درني بلتان دو باي سابعا غادي خطيه واحد امين صفر اصيرانس دو بوياج تكون فيها المدة تكون تتكوفري المدة ديال اللي غادي يصافر فيها هو كينا ستشهور عام ولا عاماين وتلسنين موهم غادي حتاجها الى التالي سالاتلي ارا غادي عادي اللي يدفع بيها واخيرا برمي انترنسيونال هاد الشي اللي كان هاد الوريقات كاملين كتتجمعوه كتدلهم فوتوكوبي وكتاخد موعد فتاليس اللي يتابع اللي مدينة ديالك وكتدفعو الوريقات هادو كتخلص فلوس الفيزا وفلوس ديالي استغباء اذا ادوم المعلومات اللي كانين باش كيدفعو الناس الفيزا ديال انتظرت ندير هذا الفيديو هادا حتى كانوا اطلقوه فيزا ديال تنسبور عدي مودة ان شاء الله تكونوا تكونوا فهمتوا هاد الموضوع هادا وتابونوا فلاشين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته